ايه؟ انا خلاف الموضوع يكبر وتبقى فضيح انت عارف شغلنا كله في صمعتنا ما انت غريبة او هي اخبرتو حد يعمل كده؟ عامل ايه يعني؟ هو اللي بيني وبينك ده شوية؟ يوم ولا سنة؟ ده اي شهة عمر؟ انا جيت من بلدنا عالكلية ايه ادى اكفوشي ومن يوم او احنا مع بعض طب عايزنا عملك ايه؟ قولي دلوقتي اكيد شيري مكسوفة من اللي عمرته مع جميلة وتتمنى ارضاه فلو جميلة تلابط منها اي حاجة مش هتكسفها تمام انت عايز نكلم جميلة عشان تكلم شيريه وتتنزع عن المخطر ايوه انا مش هادر عدو هنا للصبح وبعدك هتعرض عن نياب انا مضمنش يعني تقرر الطيب اللي هتعملو ده يبقى في ايه؟ انا عمرتش هكلم جميلة بايركت يعني قولت ادى تعمل الموضوع ده نعم ما تقلعش جميلة اتنغرب جيره واعتفن انا هخليها اتكلمها وتخلص الموضوع ان شاء الله على خير تعال شيريه ما بتردش علي يا جماعة طبعا ملاش عند رد بعد ما تكشف هو احنا في ايه ولا في ايه؟ على فكرة كل اللي هي عملته ده مش فارق لي انا اللي فارق معايا دلوقتي المحضر والنيابة اللي هتتعرض عليها الصبح والفضايح اللي انتو هتبقوا فيها متحقليش عن انها ممكن ترفض لو انت حاولت تتكلم معا انا كلمتها ما بتردش علي وهكلمها تاني طبعا انت طيبة اوي يا جميلة والله يا انت ربنا عوضك على السيطة اللي تختمت جوازها دي عايزك يتأمنيلي على الاتنين اللي شهدوا على عقد جوازي هحتاجهم كده في مشوار قريب شكلت كده نوية علانية سودة وهي الواحدة يعني لما تدور على مصلحتها تبقى نيتها سودة لا طبعا دي تبقى خايبة لو ما عملتش كده قديني اعمل كده هتسجيلي العقد العرفي صح؟ يعني بعقلك ده انا هحتاج لي اتنين دول عمل بيهم اغر ان انا عايزة اسجل العقد حلوة اوي انا عندي واحدة صاحبيتي شغالة في الشهر العقاري غلط انا سألت المحامي بتاعي قال لي ان العقد العرفي ما بيتسجلش في الشهر العقاري مال هتسجلي ازاي؟ هرفع قضية اثبات جواز هخليهم يعلنوا على الانوان عندي هنا مرة واثنين ما يروحش يقوم القاضي جالسة في التانية في التالتة هك يحكم عليه يحول العقد العرفي لعقد جواز راسمي وبكده ابقى حطيته قدام الامر الواقع حلو بس انت محيروني معاك يا نغمين انا بجد ما بقيتش فهماكي انت عايزة ترجاه لزيد ولا تكميلي مع هشام هشام ده ايه؟ هشام ده انا بقالعب بيه في وقت فراغي بس ده بيترعب من مراته شخشيخة في ايديها وهو يعني اهم حاجة في الموضوع ان انا خليته محلل من غير ما يحس طب فريدي يا حلوة قالك مش مطل بقولك بيترعب من مراته يعني بمجرد بس مقوله انا هقول لمراتك قبل ما كمل الجملة هيبقى مطلق تي بتقولي ايه؟ بس اللي عنده وحش شنلمين انت ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل ما بينهم فيتمسك بيك ويقول مش مطلق حتى لو مش هتوصل لكده